بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يؤمن السيد علي أسستاني بنظرية ولاية الفقيه وهل يعتبر نفسه حاكما شرعيا وعلى أي أساس إذا كان يعتبر نفسه كذلك وهل يحق له بصفته مثلا حاكم شرعيا تحليل الحرام هل يجوز العمل بهكذا فتوى إذا أصدرها مثلا نحاول أن نتحدث عن موضوع فتوى أخيرة للسيد السستاني حول حقوق الطبع والتأليف والاختراع تحدثنا فيما مضى عن شرعية التقليد التقليد جائز أم محرم وما هو تاريخ التقليد عند الشيعة الإمامية كنا أن الشيعة الإمامية في عهد الأئمة في القرن الثاني والثالث كانوا يحرمون الإجتهاد والطبع طبعا يحرمون التقليد للناس العاديين يقلدون أو يتبعون فقط أقوال الأئمة باعتبارهم أدم ألم لدني أو أدم ألم من الله خاص مثلا ولم يكنوا يعتبرون الأئمة مجتهدين يعتبرونهم أدم ألم خاص من الله تعالى واستمروا كذلك في القرن الرابع الهجري بعد أن قطاع سلسلة الأئمة بوفاة الإمام الحسن العسكري وعدم وجود مثلا ولد له ظاهر وقالوا بأنه عنده ولد بسر وهو الإمام الثاني عشر وظلوا ينتظرون خروج هذا الإمام مرت مئة سنة ولم يخرج فهم ساعدهم فقر في المسائل الفقهية فاضطر بعض العلماء إلى الاجتهاد إلى فتح باب الاجتهاد قالوا يجب أن نجتهد حتى نجاوب على المسائل الحادثة كما الآن المراجع يجتهدون وكل مسائل جديدة تأتي يشوفون المراجع أو الفقهاء يجتهدون فيستخرجون فتوى جديدة ما موجودة في التراث السابق وعندما فتحوا باب الاجتهاد في أيام الشيخ المفيد وشيخ الطوسي والسيد المرتضى في القرن الخامس الهجري قالوا بأن التقليد حرام التقليد في العقائد طبعا هذا لا يجوز مجمع عليه من قديم وإلى الآن يقولون التقليد في العقائد لا يجوز وأيضا التقليد في المسائل الفقهية المسائل الفقهية الجزئية أيضا كانوا يقولون التقليد لا يجوز حرام على حسب تعبيرهم التقليد قبيح أو مذموم أو شيء يعني نعمل إنحطاط لأنه كيف واحد يعني من هو هذا المجتهد حتى أنا أقلده هو عند حكم ظني وربما ما هو يعمل بظنه بس أنا ليش أعمل بظن آخرين فكانوا يقولون التقليد في المسائل الفقهية أيضا لا يجوز ثم بعد ذلك بعد قرون أصبح التقليد جائزا ثم أصبح واجبا ومن لا يقلد فأعماله كلها باطلة هذا شيء لم ينزل به الله من سلطان يعني شيء حديث صاير هذا كلام ما إلى أساس شرعي المصيبة أنه منذ ألف سنة إلى اليوم منذ أيام الشيخ المفيد اللي هم بلوروا النظرية الأثنين عشرية من ذلك الحين إلى اليوم علماءنا ومراجعنا وفقهائنا لا يجتهدون في هذه المسألة ولا يعيدون النظر وإنما يقلدون تقليدا أعمى إذا كانوا يجتهدون يجتهدون في الفقه والبعض يتعمق أكثر فيجتهد في الأصول ويجتهد في الحديث ويجتهد في التاريخ ويجتهد في اللغة حتى يكون اجتهاده اجتهاد قوي يعني وعميق ولكن شوفوا أنتوا من ألف سنة ما عندنا تطور في هذه النظرية لماذا؟ لأنه أن التقليد على معنى يقلدون ومثلا في أيام الشيخ المفيد وأيام الصدوق الشيخ الصدوق حتى في مسألة قائدية كتب تصحيح اعتقادات الصدوق الشيخ المفيد لأنه اجتهد ولم يقبل بكل أقوال وأراء ونظريات الشيخ الصدوق اللي هو استاذه مثلا منذ ذلك الحين وإلى اليوم قال ما أنا ماشيين وغمضين عيونهم وماشيين على هالنظريات القديمة ثم حصلت بعض الاجتهادات في بعض المسائل مثلا نظرية النيابة العامة أن الفقهاء هم نواب الإمام المهدي العامين خاصين خلصة وأربعة كانوا راحا فالنواب العامين لهم صلاحية وإلهم مثلا اختلفوا في صلاحياتهم صلاحياتهم في القضاء فقط في أخذ الخمس في صلاة الجمعة في رعاية مثلا الأمور الحسبية رعاية الأيتام والأرامل مثلا أو في الولاية العامة هذه النظرية صارت العلماء يجتهدون فيها البعض يميل إلى تضييق النيابة العامة والبعض يحاول وسعها إلى أن صارت نظرية ولاية الفقه وأن الفقه هو الحاكم الشرعي الآن في عصر الغيبة الفقه أي مجتهد أي فقه هو يعتبر حاكم شرعيا من نصبه؟ لا أحد نصب المرجع إنما هو يفترض هي كلها فرضيات فرضية النيابة العامة وفرضية أن هذا الشخص هو فقه قد ما يكون فقه ما يكون مجتهد هو مقلد ويعتبر نفسه نائب عام للإمام المهدي طيب ما يمهدي هو أساسه هو أيضا فرضية فرضية فلسفية عقلية ما إلى وجود لم يولد أساسا إمام العسكر قالوا أعندي ولد أهل البيت كلهم لم يعرفوا هذا الشخص إنما افترضه بعض الناس افتراضا وقالوا أنه موجود وهو الإمام وهو غائب وهو المهدي المنتظر وبعدين وراء ألف سنة يجونا الناس يقولون نحنا نواب ذلك الإمام النواب العامين وبعض الناس الآن من الدجالين يشوفوهم الآن موجودين يقولون نحنا نواب خاصين أيضا نحنا شفنا الإمام وعطينا نياب خاصة فهؤلاء الدجالون طبعا كل ناس يعقون ممعقولة منو شاف الإمام وحتى أنكم أنتم وكالة خاصة تحكمون باسمه بس النياب العامة النياب العامة أيضا هي فرضية فرضية وهمية خيالية ما إلى أساس من الشرع ولا من الدين ولا من أهل البيت ولا من التشيع بس العلم كل واحد صار يعتبر نفسه هو الحاكم الشرعي وهو الولي الفقير وولي أمر المسلمين بعضهم يطلقون على نفسهم من دون ما ينتخبهم أحد يعني أربع خمسة مجموعة فئة من الناس ينتخبوهم ومقلدوهم نفترض بس دستوريا وشعبيا وبصورة عامة الشعب العراقي مثلا ما منتخب المرجع السستاني كل الشعب العراقي ولا الأمة الإسلامية فكيف يحق للشخص أن يقول أنا حاكم شرعي وأنا ناعم الإمام السؤال هو هل السيد السستاني يعتقد بنظرية ولاية الفقه هل هو يعتقد بنظرية النيابة العامة وأنتقد بوجود الإمام مهدي دارس هذا الموضوع باحثه مجتهد فيه محقق فيه ولا مقلد فيه ومقلد في وجوده ومقلد فيه نظرية النيابة العامة وأنه هو كل فقه مثلا حاكم شرعي طيب الآن يجي السيد السستاني مثلا وأيما رجع آخر يجي يفتن فتاوى مساعد هل يجوز تقليدا فيها تقليدا أعمى أم لابد أن نسأله عن الدليل وإذا في المسألة واضحة أدنى ما يحتاج انقلد فيها صحيح ما يجوز واحد يقلد فيها إذا مسألة واضحة وبدهية ما يجوز التقليد مثلا هل يجوز أسرق من جاري مثلا ما يجوز مسألة واحدة حرام ما يجوز حقوق الناس ما يجوز واحد ينتهكها أو يأخذها مو محل تقليد هذه شوفوا فرق بين مسألة فقهية غامضة مثلا أنا ما أعرف حكومها أروح أسأل المرجع أسأل المرجع وأقول لها شون دليلك حتى أنا أطمئن وإلا هو يقول لي فالكلام وقد يكون خطأ الله يوم القيام يحاسبني يقول لي موني قال لك تتبع هذا المرجع وموني قال لك تعال قلد هذا الإنسان هو إنسان لا نبي ولا معين مقبل الله ولا معصوم ولا شيء فشلون إحنا شلون نتبع هذا الإنسان يجوزنا أن نسألة نسألة إذا مسألة غامضة مسألة فقهية عامة نقول لي شنو الحكم فيها وشنو دليلك من دون نقول لي شنو دليلك هذا حرام التقليد هذا قبيح ومذمون بإعتراف وتأكيد مشايخ الطائفة الاثنين عشرية قبل ما تتكون أدنى المرجعية الدينية كان سابقا أدنى علماء يبحثون ويجتهدون والناس يسألوهم طيب هل ستيجة أدنى مسائل خارجية مسائل خارجية مو محل فتوى إنه محل تطبيق الفتوى حقوق الآخرين ومن الحقوق طبعا في المسائل المالية الواضحة أو الأراضي أو كذا هذا الشعب هذه هي محد ما يسأل فيها بشأدنا مسألة طارئة حديثة هي مسألة حقوق الطبق والتأليف والاختراع اختراعات علماء يروح واحد عالم مثلا ينكام سنة سنتين عشر سنوات خمسين سنة مثلا يبحث يدرس وكذا إلى أن يطلع في اختراع معين وريد ينفذ يعني يسوي مثل مثل ذلك الاختراع ويبيع حتى يعوض عن سنين الدراسة والجهد والتعب والفلوس التي طالح للجامعات مثلا فيصير واحد يسرق هذا الاختراع ويروح يصنع من دون إذنه مثلا أو واحد يروح بالجامعة يسوي دراسة كتاب بحث يعني بحث ويدرس ويدفع فلوس للجامعة أو هو يصرف على نفس فلوس تارك شغلة وتارك عمل رايح مألف كتاب سنوات مشتغل عليه وتأبان عليه وسهران الليالي وكذا مألف كتاب يودي إلى دار النشر دار النشر يقول أبو صاحب دار النشر يقول زين أنا أعطيك حقوق طبع هذا الكتاب أخذ أنا أطبع وأوزع 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 وهذه فلوس مبلغ معين التفكون أبو دار النشر يطبع الكتاب ويوزع بالأسواق في بلد من البلاد أو بلاد عديدة مثلا يأتي واحد يسوف تكوبي عليه كتاب مطبوع ومنمق ولطيف وكذا مخرج وهذا أبو دار النشر أيضا دافع فلوس عليه وهو تأبان عليه ومسوقة وكذا فيسوف تكوبي عليه ويطبع الكتاب طبعا ستطلع أرخص عليه الكتاب كان يسوف مثلا دينار هذا الذي طبعت بالتزوير نصف دينار يجب يبيع يعني أقل فهنا يسوي ضرر يسوي ضرر على دار النشر يعني يسرك حق الطبع حق النشر وهو لا دافع فلوس للمؤلف ولا لا تأبان حتى على الصف والأخراج وكذا لم يتأبان عليه يصور الكتاب ويبيع سعر زهيد سيكسر ذاك الكتاب أيضا أبو دار النشر بعد ما يقدر يطبع يقول أني كلما أطبع كتاب أو أناس حرامية يسرقوا ورأسا يسوي فوتوكوبي ويبيع أرخص فأني بعد ما أطبع شغلة يوقف مرة من المرات قبل كم سنة رحت إلى شعرق المتنبي قلت أتجول بشعرق المتنبي فشافني قلت نعم أنا فلان قال أريدك تسامحني تعذرني قلت ما أقص أنا لا أعرف أو أعرف ما تريد يعني قال أنا كتبك كلها أنا طبعها بدون إذنك وبدون شي فأريد تسامحني قلت أنا ما أسامحك أنا بعت كتبي يعني أخذت عليها حقوق طبع من صاحب الدار أنت إذا تريد أحد يسامحك أتفق صاحب الدار الذي طبع الكتاب هذلك المسؤول عن النشر والطبع فأنت قاعد تسرق من ذلك الرجال ليس من عندي أنا ما عندي مشكلة بس ذلك الدار النشر يجب أن تصاف ويها فشوفوا هذه مسألة طبيعية كل العالم الآن يعترفون في هذا الشيء أنه هناك شيء اسمه حقوق الإختراع حقوق التأليف حقوق الطبع والنشر لا يصبح واحد حتى الآن لو أحد قمت بها دراسة قمت بها قمت بها قمت بها ونقل من كتاب معين فكرة معينة نقل فقط فكرة أو مثلا فكرة معينة من كتاب وما كتب عليها المصدر ما كتب المصدر خلاها كأنها يمالتهية كأنه هذه الأبارة أو الفكرة هو مختراعها هو جائبها هذه الآن في كل العالم شي بديه يعتبرون هذا سارك يقول سارك هذا وإذا وديها للجامعة يسقطوه ما يطوش شهاد عليها يقول أنت سركت من فلان واحد وذكر مرة وزير بألمانيا ووجدوا علي أنه ناقل فقرة من كتاب في كتاب له ومذاكر المصدر فسقط وشهاد مالته ومنعوه أن يكون وزير وعيب أنت حرام يسرت انسركت من ذاك المؤلف فكرة أو فقرة وما ذكرت المصدر شوفوا هذا كل عالم عرف واضح يعني بديهي أن واحد ما يصير يسرق من الآخرين زيان هاي المسألة هل يجوز إحنا نسأل عالم بيها نقول لبالله شون رأيك يجوز مثلا إحنا نطبع وننشر وكذا هذا إلى حق الطبع والنشر والتأليف والاختراع والماء عنده هذه مسألة موضوعية مو مسألة ما الفتوى لا يوجد واحد يستفت فيها ولكن بعض الناس يستفتون العلماء وشوفوا سأل العلماء شي يجاوبون مرة واحد يقول لا هذا حرام لا يجوز هذا شيء بديهي يعني هذا موضوع خارجي أنت كيف تطبع كتاب مثلا أو أو اختراع تنتج من عنده وهو ما الواحد آخر غيره هناك قوانين بالعالم إلا كتاب قديم مثلا قبل ألف سنة أنا أخذ أطبع لا صاحب موجود ولا وردته وكتاب يمكن أن أطبع لكن واحد مؤلف الآن تأبان وقاضي وقت ويشتغل وكذا وتأخذ كل أتعاب وتنشرها مثلا بدون رضا يجوز يقول ما يجوز دعنا نرى السيد السستاني ما يقول في هذه المسألة هناك واحد سأل السيد السستاني حفظه الله قال ما رأيك في هذه المسألة وهذه الفتوى منشورة في العتبة الحسينية المقدسة دموقع وفي هذا الموقع منشور لهذا أنا أسأل الأولية أنه هل يؤمن طبعا جواب السيد السستاني في عدة نقاط سوف نتطرق عليها ونسأل في البداية هل يؤمن السيد السستاني بنظرية ولاية الفقه وهل يعتبر نفسه حاكم شرعيا وعلى أي أساس يعتبر ثم هل يحق له على هذه النظرية تحليل الحرام مثلا تحليل الساركة نفترض إذا أصدر فتوى بهذا المضمون هل يجوز العمل بها أساسا أنا لجة العالم وذبها بركبة عالم وطلع منها سالم هل حقيقة هكذا أم لا فيها نظر وإذا العالم أصدر هكذا فتوى يمكن الراجعة يقول لها فتوتك مو معقول مو 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 أخذ بيها هل يحق لنا أو لا يحق أو يجب علينا أو لا يجب الفتوى عندت أسئلة السؤال بعض دور النشر هذه مشورة قبل أيام 6-11-2018 يقول بعض دور النشر تقوم بطبع كميات تجارية من كتاب ما بدون إذن مؤلف الكتاب أو ناشره دور النشر رغم وجود عبارة حقوق الطبع محفوظة المؤلف أو النشر الجواب بس هذه الفتوى هو الأجوب وهذه صادرة من مكتب السيد السستاني ما ندري حقيقة هو سيد السستاني مطلع على الفتوى ويكتبون فتوى باسمه وهو ما يعرفها أو لا مطلع عليها بس ما دام باسمه جاي فهو يتحمل مسؤولية أدبية عنها يعني يقدر نقول هاي فتوى السستاني كل الناس يقول ليه مو بس أنا أقول خلنشوف الفتوى يقول الجواب لا أثر للكتاب المذكورة شنو إذا كتب حقوق الطبق محفوظة للناشر وهذا ما لقيمة إلا في إطار قانون ينظم حقوق المؤلفين والناشرين ونظرائهم زين إذا ما كواه قانون بلد ما في قانون يعني هذا ما لحق هذا الكتاب مو مال المؤلف هذا الكتاب الناشر مو إلا حق بالنشر ماله وأنا إذا أجد طبعته مرة ثانية وراح أذر ذاك الإنسان مو الإسلام يقول لا ضرر ولا ضرار فهذا شلون يعني هذا مسألة خارجية سواء أكو قانون لو ما أكو قانون ميجوز واحد يعني يروح يسرك حقوق الآخرين ويكون القانون بعد مو فقط أكو قانون بالدولة ويكون ممضى من قبل الحاكم الشرعي يعني الحاكم الشرعي ما نتبه لهذا قانون أو ما أمضى وما قال لا ما أكو شي هذا يصبح حلال السرقة تصبح حلال هل يحق للمرجع أو الحاكم الشرعي أو كذا أن هو يحلل السرقات مثلا هاي الفتوى شنو الفتوى عجيبة غريبة يعني مبنية على شنو ما أدري خلصا نشوف بها عدة مواضيع أنه الحاكم الشرعي يعني المرجع لو قال إي مي خالف روح أسرق سر السرقة حلال أو قال لا ما يصير سر السرقة حرام هي سرقة سرقة حرام حرام سواء أكو قانون بيها ولا ما أكو قانون وسواء المرجع أو الحاكم الشرعي قال حلاي ولا حرام الإنسان بعقله يدرك أنه هذه المسألة حرام هذه الحقوق الآخرين ما يجلز أن أسرقها السؤال ما هو المقدار الذي أمضاه سماحة آية الله العظمى السيد السستاني من قانون حقوق الطبع والنشر وفي أي البلدان الجواب سماحة السيد لا يصبح بمخالفة القوانين المذكورة المتبعة في البلاد الإسلامية زين إذا ماكو قانون أدنى بالبلد وفي أي مكان بالعالم ما في قانون ذاك البلد يعني السرق السرح حلال ثم المتبعة في البلاد الإسلامية إذا في بلاد أخرى هم يجوز السرقة من عدها يعني سنوا أموالهم حلال حقوقهم ما عدهم حقوق لأنهم كفار نفترض مثلا أو أكو مسلمين في بلاد الأجانب قاعدين في بريطانيا مثلا في أمريكا إذا واحد سوى اختراع أو سوى كتاب أو ألف أو شيء أو طبع كتاب يجوز واحد آخر في بلد إسلامي يسرق من بلد غير إسلامي فتوى يعني أيضا فيها التباس فيها مشكلة يعني عدم دقة السؤال هل حقوق سؤال آخر يعني السؤال هل حقوق الطبع الكتاب الديسك وغيرها كل شيء يعني محفوظة للمؤلف والناشق وهذا ما يحتاج السؤال ما يحتاج تسأل أحد فيه أنت تعرف ضميرك يعني بالبداية هو واحد يدرك هذا حقوق مع الآخرين ما يسر أسرق هذا وشوف الآن جوجل أو يوتيوب أي واحد يسرق مثلا شيء من فيديو آخر أو من موسيقى أو أي شيء بسرعة يلغون حسابه وربما يغرمون في بعض الأحيان ويقدر يقيم دعوة أنت سرقت من عندي مثلا هذه الموسيقى سرقتها أو سرقت هذه مثلا الفيديو ما أخذت سرقت وستنسخت عليها يقول الجواب إذا كان هناك قانون ينظم مثل هذه الحقوق وكان منظر ممن له الولاية الشرعية وجبت رعايته شوف مشكلة وين أنه إذا كان هناك قانون ينظم وإذا ما كو قانون ينظم يعني أنت المرجع قاعد تفتي حسب القوانين الناس أو أنت عندك قانون أنت قاعد تقول أنا نائب الإمام وإذا حاكم شرعي أنا صدر قوانين فشنو التزامك بالقوانين الآخرين أكو قانون أو ما كو قانون وبعدها مو بس أكو قانون وكان ممضى ممن له الولاية الشرعية من عند ولاية شرعية كل واحد قال أنا فقيه يقدر يعطي يعني يمضي على القوانين وإذا هذا الفقيه ما مضى على القوانين هذيك قوانين ما تصبح شرعية وما يجوز العمل فيها ويجوز واحد ينتهكها سؤال أسألة حقيقة وكان ممضى له الولاية الشرعية من أين أجت الولاية الشرعية مبنية على آية قرآنية على حديث نبوي على فرضيات وهمية خيالية كل واحد يجي أن نفس عند ولاية شرعية وأن الحكم الشرعي هذا السؤال سؤال آخر ما هو الحكم الشرعي لمن أخذ الأبحاث الألمية لجميع المستويات لأجل التزود بالألم أو فائدة المجتمع من الباحث قال لأطيني كتبك وعلمك يعني أكو بعض العلماء وبعض الكتاب رأسا يخلي كتابه مفتوح على الانترنت وياه اللي يريد يخليه يستنسخ هو معطي حرية للناس أي واحد يريد يطبع يريد ينشر يريد كذا مثلا يستنسخ هو حر وأكو ناس يكتبون بالكتاب ممنوع أي اكتباس أي تصوير أي كذا إلا بإذن المؤلف أو إذن الناشر مثلا هذا واحد أخذ كتب أبحاث علمية مثل الدكتور أو أستاذ جامع مثلا أو العالم الذي يعلم عدم رضاه بإعطاء بحثه العلمي بشكل عام قال إليك أنا أسمح لك بس ما أسمح لك تتوزع على بقية الطلبة أو تنشرة في البلد مثلا أو بشكل عام أو يرضى بذلك مقابل أموال وإذا تتنشرة أعطيني حقوقي أعطيني فلوسي أنا أريد أعطيني فلوسي أروح وإنشر كتابي مع عدم اطلاع الباحث بهذا الأمور يعني يروح ينشر وهو قلم ومسموح ويروح ينشر هذا السؤال هو أك واحد يسألك سؤال يعني لماذا تسأل الشيخ هذا أو المرجع أو السيد لماذا تسأل أي سؤال وأنت بيقول لك أنا معرضة وهذا أنا بحثي أنا مسوي تعبان علي مش تغل سنوات ومواصل مألف الكتاب تأخذ من عنده وتروح تنشر ما يجوز سرعة أقلم بداية تدرك ما يجوز لماذا تسأل ولماذا يجاوب الأخ هذا ممتلك هذا ملكي هذا البحث اللي أنا سويت هذا ملكي أنا سمحت لك تقرأ أو تطلع عليه وما سمحت لك تحت شرع ستخرب كل أعمالي وحياتي تخرب في هذا عملك طيب هذا سؤال ما بي أنه بشرط أن الولي الشرعي أو الحاكم الشرعي السؤال واحد آخر هل يجوز استنساخ أشرطة الفيديو أو الكاسيت التي يكتب عليها حقوق الطبق محفوظة للاستعمال الشخصي أو استنساخ جزء منها نفس المسألة يعني سواء كاسيت أو كتاب الجواب إذا كان القانون يمنع من ذلك إنت شو نرأيك أول مرة قبل القانون مسألة واضحة لا يحتاج التطبيق رأي أصلا فسماحة السيد لا يجيز مخالفته طيب أيضا هنا جيد إذا كان القانون يمنع من ذلك هي مو مسألة قانون مسألة حق شخصي بين واحد وواحد أنا عندي أرض واحد لجي سرق من أرضي ما بيها قانون لو قانون سواء أقو قانون أو ما أقو قانون هذه سركة تعتبر السركة حرام بحد ذاتي حرام سواء فيها قانون أو ما فيها قانون هو يمكن ما عند رأي يقول يرجع القانون شنو يقول إذا كان القانون يمنع من ذلك فسماحة السيد لا يجوز مخالفته ما فيها راجعة للقانون أنت هذا مسألة بديهية قل لا يجوز الصرف وخلاص السؤال ما حكم نسخ الأشرطة التي عليها مكتوب حقوق طبعا محفوظة الجواب لا يجوز إذا كان شوفوا هنا أدنى عدة مسائل المسألة الأولى أنه مسائل موضوعية هذه خارجية لا تحتاج فتوى والفتوى مهما كانت لا يجوز العمل بها إذا كانت مخالفة للحقوق العاخرين فيها سركة تأخذ كتب العاخرين تطبعها وتكسر دور النشر وتضر المؤلف بعد لا يقل لا يألف ولا يتفرغ ولا يكتب ولا شي أنت الآن في الفيسبوك إذا واحد كتب مقالة وواحد أجي خمطها كما يقولون خمطها ونشرها بصفحتها لا تعتبر هذا عيب وحرام وسركة تعتبر إلا واحد يستأذن يقول اسمح لي مثلا أخذها أسوي لشير هو كاتب شير تقدر أسوي شير عليها تأخذها باسمه وتنشرها عندك لأنه صار معقول ضمن يعني العرف أنه هذه سرقت الفكرة مالتك وحطيت اسم الكاتب على صفحة مالتك أما أن تأخذ الفكرة أو الكتاب أو البحث أو الاختراع وتروح تطبعه وتوزعه وتنشره باسمك أو حتى باسمه حتى باسم سوى ما يمضى مثلا لا يريد أن لدي حسابات تجارية في هذا الموضوع فأنت لابد تعرف بيحتي تسأل والسؤال إذا احل لك الحرام وقال لك أنا اسمحت لك هذا يعني مشارعي كلامه وما لازم أنت تسمع وتقلد لأن قال لك المرجع قال لك حلال فالنفسه يقول والله يومك يحاسبك وبعدها نجي على مسألة الحاكم الشرعي والولاية العامة من له الولاية العامة يعني هاي المسألة ما عدري السيد السيستاني حفظه في أساس الولاية العامة ونظرية النيابة العامة ونظرية وجود المهدي كلها ما عنده أبحث فيها هو مقلد فيها يعني ماذا ما عنده بحث يعني مقلد يعني مقلد أنت تؤمن عندك ولاية عامة عن الناس على أي أساس وبهذه الولاية تجي تحرم وتحلل مثلا هل يجوز التقليد ماذا صار نوع من العبادة يتخذوا أحبارها مرهبابا أربابا من دون الله قالوا إنا بشلون إحنا ما نعبد أربابنا وأحبارنا قال لا أحل لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فأنتوا تبعتون فهنا ما يجوز واحد يتبع أي آلم مهما كان آية الله العظمى أو العظم في الدنيا ما يجوز واحد يتبع كلامه لأنه قد يخطأ ويشتبي ويقلد وينسى أو يخطأ في كلامه والإنسان في الأمور الواضحة البديهية أصلا ما يجوز التقليد وحتى السؤال أصلا ما إلا معنى هنا في هذه المرحلة فأدنى هذه المشكلة في الحقيقة يعني وإذا كان السيد يؤمن بولاة الفقه فما هي حدودها وما هي صلاحياتها ومتى يصبح الفقه شرائيا على ضوء نظرية ولاة الفقه كل واحد قال أنا مجتهد هو أعتقد نفسه مجتهد أو استاذ قال أنت مجتهد وقد يكون مجتهد مقلد مقلد مكعب أيضا ف يحق لي يمارس الولاية العام مع الناس أم يجب أن يكون حاكما شرائيا منتخبا من الناس من أغلبية الناس إذا أنتخبوه بصورة دستورية فيمكن يطلع بعض الأحكام بعض الأحكام التي تتعلق بالولاية العامة أما ممكن الواحد قال أنا مرجع وقال لولا أنت آية الله العظمى وصار أن يصدق نفسه ويقول أنا إذا صرت حاكم شرائي ويقول ويطلع فتاوى بس من حاكم الشرائي لا حاكم شرائي ولا إلى حق أن يطلع هكذا فتاوى يمكن يبدأ آرائة يبدأ رأي شوف شنو المسألة هنا ما عنده رأي ما يقول رأي شنو يقول لا إذا أمضى الحاكم شرائي أمضل على أي أساس يمضي هكذا فتاوى مثلا وما يصل لحياته وهل يجوز معارضة هل يجوز نقدة هل يجوز اعتراض عليها أو ما يجوز إحنا مشكلتنا لنبني نظام ديمقراطي هش بعدنا خطوات أولية هذا النظام الديمقراطي بالعراق نزل علينا بالبراشوت بعد الاحتلال الأمريكي صار نظام ديمقراطي بس بعدنا ثقافتنا اللا ديمقراطية ثقافتنا اللا دينية حتى مو دينية هاي ثقافة أنواحد يقول أنا حاكم شرائي هذا صار من الدين هاي مو من الدين ما شرائي على الناس ولا ولي على الناس كل واحد جاي يقول أنا ولي على الناس وأنا الحاكم الشرائي وأنا أحلل وأنا أحرم هذا مو دين هذا هذا خلاف الدين المرجعية لا دينية صارت هذه و يا راية المرجعية فقهة مرجعية أمية مو عالمة مو مجتهدة مقلدة مقلدة في أصولها في عقيدتها في أسس التفكير معلتها وتطي النفس مكانة أظمى وبدون حق شرائي وتقوم تفتي حسب نزاجها حسب كيفها ما يصير هذا فإحنا إذا نبني نظام ديمقراطي خلي نأسس أسس دستورية واضحة ونشوف علاقة هذا النظام بالمرجعية المرجعية شنو هي مهيمنة عن القانون وكل شيء بالقانون ما يصير إلا منظم من قبل المرجعية ومن قبل الحاكم الشرعي والولي الفقه ولا ما يصبح قانون ولا تعترف بهذا القانون المرجعية دول قوانين توضع بعد أن تدرس وبعد أن تمر بالقانوات الدستورية التشريعية ثم تصبح قوانين يمكن عمل فيها أما كل واحد يفتي بكيفة حتى لو كان يقال له أكبر مرجع ما لحق ما لحق أن يفتي هكذا وليس له حق أن يفتي في القضايا الموضوعية ليس له حق أن يحلل السرقة هذه الغائل الحقوق الطبع والنشر وكذا إلا بقانون وإلا ممضى ذلك القانون بإذن الولي الفقير هذا كل مصحيح هذا خلاف الدين خلاف الشرق خلاف العقل خلاف القانون وأنا بهذه المناسبة أطالب السيد السستاني إذا كان هو مصدر هالفتوى ما أدرسه هو ولا لجماعة اللي المكتب حوالي أني يعيد النظر في هذه المسألة هذه المسألة يعني تهظيم حقوق كثيرا من الناس نسمح لهم نروحوا ماكو قانون والمرجع سامح لكم وبعض المراجع أيضا سامحين قال يصلا ماكو حقوق طبع المام الخمين أيضا عندها كذا فتوى يقول يصلا ماكو شي يسمي حقوق طبع وحقوق تأليف وحقوق كذا روحوا طبعوا ونشروا كذا ما تردون وحسووا كيفكم هذه الفتوى أيضا مشارعية مصحيحة ولا يجوز التقليد فيها لأنه خلينا نكون شوية أقرب إلى الحق وأقرب إلى العدل العدل والحق هو أن نحترم حقوق الآخرين لا أن ننتهيكها تحت غطاء المرجعية وغطاء الولي الفقهية وغطاء الحاكم الشرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر